دكتور أحمد برضو أنا بسألك دلوقتي بالنيابة عن أهلينا وأصدقائنا وعائلتنا اللي عاديين يتفرجوا علينا وبيقولوا طيب هو زمان كانت الناس بتاكل سامنا بلدي وكانوا مش عارف بيفطروا بكم بيضة وكانوا بيأكلوا ازاي وكانوا بيعملوا ايه ولا كان في بقى رياضة ولا كان في حاجة وكانوا صحتهم احسن مننا الجملة دي بتتقال يعني إن لم يكن في كل البيوت في المنطقة العربية يعني أنا بعتقد في العالم كمان كله ايه تفسير الحكاية دي يعني هل العصر فعلا السابق أو العصور السابقة ما كانش فيها أمراض قلب ولا إحنا اللي خدنا حظنا من هذه الأمراض بس لا هو الحقيقة يعني الخير موجود في كل العصور يعني إن شاء الله خير فيها وفي أمتي إلى يوم الدين طبعا الحديث عن رسوله عليه الصلاة والسلام فلكن العصر القديم طبعا كان يعني أو الأجيال القديمة كان حدودك الجو أحسن من كده والاسترس أقل من كده ما كانش فيه هذا الزخم من الحياة ورفاهية الحياة والتكالب على يعني اللي موجود اليومين دول يعني صح فطبعا يعني كان مهما كان الأكل المفروض أن نقول أنه هو مش صحي بس هو حريك أصاده ما كانش فيه العربيات بهذا الشكل فكاد فيه حركة كتيرة أهلين في القرى صح يام بدري وممارسة المجهود بالزبط صح يام بدري ما فيش صهر حياة صحية طول اليوم حركة وحر يعني حضرتك اللي كانوا بيأكلوه نقول المفروض يزيدوا في الوزن 3-4 ضعاف لكن ما شاء الله كانت أجسامهم كويسة فبالتالي كل العوامل دي الصحية القديمة اللي موجودة عندهم ما بقتش موجودة دلوقتي حضرتك دلوقتي زي ما بتشوف الشباب الصغيرين مجرد ما بيطلع للرخصة بيروحها عايزة عربية على طول صح أو ركوب المواصلات أو 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 عشان كده دايما بعض أنصح الناس يعني لو ما عندكش الوقت الكافي للمشي اركن عربيتك بعيد عن المكان اللي انت رايح له مثلا عشر ده ربع ساعة وتمشيها ده هيبقى فارق جدا يوميا يعني بيفرق المشي فعلا في صحة القلب يا دكتور جدا جدا إلى هذا الحد يا آه ده التعليمات العالمية بتقول على الأقل لتلاتين ديئة خمسة يوم في الأسبوع على الأقل لو طبعا نقدر نزود هيكون أحسن لأن ده بيزود الحرق وبيحافظ على تمشيط الدورة الدموية بيساعد على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم وبيساعد على تقليل احتياج المرضى للأدوية بتاعته ترجمة نانسي قنقر